السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين يا رب تكونوا بخير وصحة وصعادة والحاجات الحلوة دي كلها النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض الفحص جديد من فحصات الامر اي وهو او رانين مغناطيسي على مفصل الكوع طبعا زي ما حدركوا عارفين ان مفصل الكوع من الفحصات الصعبة جدا او صعوبتها في وضع المريض على الجهاز وضع المريض على الجهاز بيأزم وضع المريض على الجهاز نفسه بيتعيبه طبعا وفي نفس الوقت بيأزم شغلك انت على الجهاز تمام او على سوفت وير الجهاز وازاي بتخططوا كلام ده كله بيبقى صعب شوية فبالتالي ان شاء الله هنحاول النهاردة ان احنا نسهل الامور على بعضنا بحيث ان احنا تبقى الفحص بالنسبة لك سهل وما يبقاش صعب او معضل بالنسبة لك ان شاء الله يلا بينا نبدأ مع بعض طبعا زي ما حدركوا شفتوا دلوقتي احنا بنعمل حاجة لطيفة جدا احنا طبعا المريض بيكون نايم برون بالنايم العيان برون وفي نفس الوقت بنخلي الكوع مفروض بشكل كويس جدا بحيث يكون كأنك هتصوره في وضع الاب بالنسبة لكس ري بتخليه في وضع الاب فبن نايم العيان برون وبنخلي القلبه في وضع الاب ده في حالة ان العيان مش متجبس او ان هو بيقدر يفرد دراعه طبعا في حالة ان العيان بيقدرش يفرد دراعه فبتضرت تطنيه وبتتعامل على نفس الوضع تمام بيتتني الكوع وبتتعامل على نفس ايه الوضع تمام كده ju längب او في حالة الجبس برضه هو كده بيبقى متني بيبقى الكوع في حالة انثناء فبالتالي بنشتغل على نفس الوضع فبنخلي بتاع العيان ونقي ven gü 일� Critical here طبعاً كان في الزاء بنقيم فريدك ام thunder وتفرت الدراع العيان طبعاً يكون داخل في الجهاز هنا في ال Language نظبطه في الزاءlaw وبنخله بالأم diskut لأنه طبعاً نام الآن على بطنه وعشان خاطر انت لم تكون الدخل مشت اليد للداخل فبالتالي العيان كأنه داخل برجله يعني لو بسط لدى الوضع التشريحي هتلاقي اتجاه الاصابع او اتجاه الكوع مع اتجاه القدم تمام كده فبالتالي انت بتنايم العيان يعني هو انت مدخل مشت اليد للداخل فبالتالي بيبقى كأنه نايم حتى لو نايم برون ورجله بره تمام فبتثبتوا على ده فبيطلع حلو جدا زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي طبعا احنا زبطنا على الجهاز زي ما حضراتكم شفتم بنخلي العيان وبناخد سيرفي بيطلع السيرفي بالمنظر ده كده طبعا انت مش شايف حاجة في السيرفي ده فبنروح سحبينه ونسحب السيرفي جديد ونوصفه بطريقة جميلة على السيرفي اللي طالع فبتلاع لك سيرفي جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين اجزيل وكورونال وساجتل بشكل كويس جدا وواضح جدا زي ما حضراتكم شايفين طبعا انا بالنسبة للقلبه دي طبعا الكطات الاجزيل بازبط الاجزيل وازبط الكورونال زي ما حضراتكم شايفين كده بعد كده في عندي طبعا الرف بشغل الرف بحيث نو يزبط لي السيرفي في المنطقة اللي انا هشتغل عليها زي ما حضراتكم شايفين واقول له بروسيد واجي هنا اقول له طبعا انا هبدأ بايه هبدأ بالسجتل ضروري جدا للقلبه ان انا اخد سجتل السجتل بيسهل الدنيا بيخليني اقدر ان انا اشتغل كورونال واجزيل بعد كده بطريقة سهلة جدا احاول ان انا ازبط البوكس الاول على السجتل كده زي ما حضراتكم شايفين بازبط البوكس الاول قبل اي حاجة وبعد كده بازبط الكطات على الصور اللي موجودة ادي طبعا الصور الكورونال باجيب صورة كورونال كويسة وازبط السجتل عليها بشكل كويس كده زي ما حضراتكم شايفين طبعا احنا بنزبط البوكس الاول وبعد كده بنزبط الكطات بتاعتنا على الصور وادي طبعا الاجزيل بنزبط الكطات عليها سجتل بشكل كويس جدا كده زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا الاجزيل هوت بنزبط القطاط عليها. تمام? ده بالنسبة للزبطنا عليه القطاط السجتل بتاعتنا زي ما حضرككم شفتوا دلوقتي. اهو. دي القطاط بتاعتنا على الكورونال. تمام? وطبعا بنحاول ان احنا نشتغل على سيكنس قليل. وليكن مسلا طبعا ده هنخليهم عشرين بحيس ان هو يجيب لي سجتل بشكل كويس وسجتل آآ كامل. ما يبقاش في حاجة مقطوشة على هنا ولا هنا. بحاول اخلي بتاعتي اربعة بحيس ان هي تبقى آآ دقيقة جدا وتجيب لي ديتيلز كويسة وادر ان انا اشتغل عليها بعد كده. بعد كده بنفتح زي ما حضرككم شايفين ادي القطاط الاكزيل بزبطها على السجتل كده زي ما حضرككم شايفين. ولكن طبعا ضروري جدا ان انا ازبط القطاط بتاعتي على الكورونال. وبروح على ازبط البوكس بتاعي على بشكل كويس جدا. ادي بحاول ازبط البوكس بشكل كويس بعد للبوكس كده. وازبط القطاط على الكورونال بحيس يزبط للبوكس بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. ادي القطاط الاكزيل. تمام? بحاول ان انا احرك القطاط كده بحيس انها تزبط للبوكس بتاعي. ادي البوكس بتاعي على الاكزيل زي ما حضراتكم شايفين. بزبط البوكس الاول عشان الصور تطلع ليه مزبوطة ما تبقاش مع وجه لايمين ولا شمال. وازبط القطاط بتاعتي على الكورونال والساشتال كما ترى. بقول له بروسيد ده بالنسبة للأجزيل. بياخد طبعا اتنين اجزيل تي تو اجزيل تي وان. طبعا زي ما حضراتكم شايفين نفس التوصيف طالما زي ما اتفقنا ان طالما اللي اتنين واخدين نفس المسمى اذا هياخدوا نفس التوصيف ونفس كل حاجة. بقول له بروسيد. بعد كده بفتح طبعا انا اضغري جدا انا كنت وااخد آآ ساشتل. فطبعا الساشتل لسه هينزل دلوقتي. فبالتالي احنا بنزل الساشتل وبنبدأ ان احنا نوصف عليه بشكل كويس جدا. فبالتالي طبعا ده الاجزيل شغال. طبعا الاستاشتل الزاهر قدام استاشتل كويس بالنسبة اللي انا اوصف عليه اجزيل. ولكن ضروري جدا انا محتاج Divor μαغام الاستاشتل اللي ينزل ان شاء الله بحيس ان انا هقدر اوصف عليه الكورونال بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. وان شاء الله لما الاكزيل ينزل هنوصف الكورونال على والساجتل والكورونال مع بعض ان شاء الله تمام كده ودي طبعا الحاجات الاساسية اللي اتفقنا عليها الحاجات بتاعت طبعا انت بتنايم العين بيكون والبوزيشن بتاعه بيكون زي ما حضركم شايفين والريجن طبعا بيكون منطقة القلبو ده طبعا الساجتل اللي نزل ساجتل استير ده ساجتل استير بننزله اول حاجة بحيس يكون ضروري جدا وبيكون طبعا يوضح لقلبون بشكل كويس زي ما حضركم شايفين لو في اي في اي في اي مشاكل في او في كل دي طبعا تظهر من خلال من خلال الساجتل استير بيظهر بشكل كويس جدا وده طبعا طبعا احنا محتاجين محتاجين الاجزيل ينزل عشان خاطر نقدر نوصف عليه الكورونال دي طبعا القطاع بتاعتي بحاول ازبطها على الساجتل كده زي ما حضركم شايفين باظبط البوكس بتاع الكورونال بالمنظر ده زي ما حضركم شافته بارروح على اي قطات سواء الساجتل او لالاجزيل وازمت الكطات يمين او شمال بيحس يتضبط بتاعي الكورونال ازبط البوكس بتاع الكورونال وبعد كده ارجع للكطات على الساجتل ازبطها بشكل كويس وبعد كده طبعا بيكون الكطات اللي هي الاجزيل نزلت ده طبعا الكورونا اللي على السجدل. وادي القطات اللي هي الاجزيل نزلت اهو زي ما حضراتكم شايفين. بنجيب القط اللي فيه طبعا الكندايلز ظهر بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين مع مع الالنة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام? بحاول ان انا امشي اه مع الكندايلز بشكل كويس وامشي مع العضمتين طبعا اللي هما الالنة والريدياس بحيس ان انا احاول افردهم معي فيه الكورونا بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا بالنسبة ليه الكورونا. تمام? باخد خط موازي زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده كده بعناية. اوصف عليهم مضروري جدا ان انا نغطي القلبه بشكل كويس من قدامه من ورا بحيس تبقى الكطات كلها كاملة ما يبقاش في اي حاجة مقطوشها طبعا بناخد ثلاثة كورونا بناخد كورونا تو وكورونا وان وكورونا استير تمام كده? طبعا ده بالنسبة ليه الكورونا بقول له بيبقى عندي طبعا طبعا بمأن الثلاثة واغدين نفس المسمى ازا برضو نفس التوصيف انا عندي الثلاثة متسميين باسم واحد اللي هو طبعا كور على اليمين كده زي ما حضراتكم شايفين تحت اسماء السيكونسات اسمها كورونا فبالتالي التلاتة بياخدوا نفس التوصيف طالما وصفت الاولاني التالت التالي والتالت بيتفتحوا معاك وياخدوا نفس التوصيف اللي انت عملته في الاولاني زي ما حضراتكم شايفين كده تمام? بعد كده بنخش على طبعا الحالة كتعاملة برين وامر او في فطبعا زي ما حضراتكم شايفين كنا بنطبع الحالة لكن احنا شغلنا كله دلوقتي على القلبه زي ما حضراتكم شايفين ده السجدل طبعا ده السجدل استير اهو بنحاول نحنا نخليها اربعة في خمسة وطبعا عشرين صورة ونطبع الفحص بتاعنا بشكل كويس ده الاستير طبعا الحالة فيها ارثرايتس بنسبة بسيطة وفي نسبة موجودة في القلبه كده زي ما حضراتكم شايفين تمام كده ده السجدل استير بنطبع السجدل بتاعنا وبعد كده بنجيب آآ الفحص بتاعنا اللي هو طبعا الاجزيل الاجزيل طبعا احنا كنا عاملينه حوالي اربعة وعشرين صورة هحاول ان انا جيب فورمات آآ تلاتة في تمانية زي ما حضراتكم شايفين كده بحاول ان انا ازبط الصور بتاعتي بشكل كويس بحيس تطلع الفيلم ظهرة بشكل كويس جدا كده زي ما حضراتكم شايفين وازبط الكنتراست آآ بحيس آآ زي ما ترتضيها عيني طبعا انت حاسس او شايف دلوقتي ان القلبه اي بي فبعمل بادوس كليك يمين على الصورة وبجيب مور وبعد كده بدوس فيو سيتنج وبخلي آآ بقلب طبعا بعمل آآ زي ما حضراتكم شايفين فبقلب الصور طبعا اللي فوق تحت واللي تحت فوق فيبق القلبه ظاهر معي بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين وصور مزبوطة بشكل كويس طبعا التي وان نازل جنب هوة نفس الكلام فبدوس على الصورة اللي هي التي تو اللي على الشمال وبقوله خليها نفس الفيو ونفس الويندو فبيروح قلب لأوتوماتيك الصور الجديدة اللي نزلت بنفس الكنتراست وبنفس الفيو آآ زي ما انت شايف تمام كده ده طبعا اللي على الشمال ده التي تو واللي على اليمين ده اللي هو التي وان آآ زي ما حضراتكم شايفين تمام كده ده بالنسبة للاجزيال تي تو والتي وان. تمام? وبعد كده بقول له اه كاليبار وبقى ايه باطبع الفحص للاجزيالات بتاعتنا. بعد كده طبعا بيطلع لي الكورونال. زي ما حضراتكم شايفين ده الكورونال بيكون احنا كنا عامليه طبعا تمنتاشر صورة. بنحاول نزوم على منطقة الجوينت بالزبط كده عشان خاطر اه الجوينت نفسه يظهر معنا بشكل كويس ويكون مفروض بشكل كويس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لما زبطنا الكورونال على السجتل وعلى الاجزيال بشكل كويس. طلع الكورونال بالمنظر ده مفروضة بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت اللي هو اللي هما موجودين طبعا في منطقة او الجزء السفلي من الالب و جوينت زي ما حضراتكم شايفين مفروضين وظهرين معنا بشكل كويس جدا في الكورونال. ولازم يطلع الصور معاك بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا اللي على الشمال ده اللي هو الكورونال تي تو واللي على اليمين ده طبعا الكورونال تي وان زي ما حضراتكم شايفين وبنتبع الفحص بتاعنا فاضل حاجة واحدة اخيرة هي طبعا الكورونال استير ده طبعا الكورونال استير زي ما حضراتكم شايفين بيكون ضروري جدا في الجوينت وهو طبعا مفروض في وضع الكورونال زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون ضروري جدا عشان خاطر اشوف الجوينت بتاعي بشكل كويس واشوف لو فيه في اي مشاكل فيه او في بتاعت القلبو واشوف طبعا لو فيه اي فيوجن ظهرة بشكل كويس واشوف لو في موجودة كل المشاكل دي بتكون واضحة بشكل كويس جدا في الستير زي ما حضراتكم شايفين كده ده بالنسبة لل او الرنين على الكوع طبعا زي ما حضراتكم عارفين خدنا ايه بالنسبة للفحص بتاعنا بناخد طبعا السيرفي وبناخد طبعا السيرفي وشوفنا طبعا احنا بننايم العيان ازاي على الجهاز وبنختار شكله طبعا بناخد السيرفي والريف وبناخد ساشة الاستير واكزيالين تيتو وتيوان وبناخد كورونا تيتو وكورونا الاستير زي ما حضراتكم شايفين طبعا العيان بينام ازاي على الجهاز العيان بينام برون وبيفرد دراعه بشكل كويس بنخلي القلبه في وضع الاي بي او لو هو مش قادر يفرد دراعه فبنخليه متني بنكون في حالة انسناء كأنك بتعمل لاترال كده والبوزيشن بتاعه على الجهاز على سوفت وير الجهاز بنخليه فيت فرست برون فبيطلع معاك الصور بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شفته بالمنظر ده كده وبكده الحمد لله لكم خلصنا فحص القلبه بشكل كويس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناة لو انت لسه جديد معي وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد هشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته